سبعة الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي شوفني فيه مولود برج الدلو ندخل العصول في العلاقة معاطفية المزيزة القراءة معاطفية او انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار او مسلا اه اذا وجعتني فمشيت لان انت شايفه خلي بالك انت شايفه انه هو موجوعة على فكرة عشان كده هو بيتشافه ممكن تكون انت برج الدلو وممكن تكون عكسية انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني ممكن تكون عكسية يعني الطرف التاني هو اللي واجه قلب برج الدلو مش هو الواجه برج الدلو بالعمل كده وادت له الطعمات ومشيت وزيته فانت شايف ان انت شايف ان انت وجعت قلبه شايف ان انت ازيته. وهوه شافت شايف ان انت بديت صدارك اه ومشيت وسبت ونعيت وقرست على مشاعرك. ويلا بقى مع السلم عشان كده. وبعد اللي حصل له لانهما وقال بالفاكر انت عارف انه قلبه منجوة سواء بقى خصالدة منكم بس انت عارف ان القلبه منجوة. لانهما يتشافة. يتشافة مما حصل ده. فهو شايفك ان انت مشيت. واه اخترت طريق تاني سبته هو ومسكت في حاجة تانية. ممكن يكون اختلفته على شغل مسلا. يعني مسلا انتي مسلا قالت لأ ما تشتغليش. ينهي الشغل مسلا او انتوا متجاوزين او مخطوبين او اي حاجة. فانت اخترت الطريق ده وانتوا لأ سلامة بقى. او هيطة العلاقة الاسباب تانية. مش حاسس مسلا او ما حستوش فاقول للمقارن جيد. طيب. في ايه الخطوة هو نوي اخدها. اه جرجة دلو الطرف اللي معاك نوي ان هو يبقى غامض. نوي انه يخبي ما تبقى من مشاعر. هو تشافة. اه هو تشافة من مشاعر كتب. مشاعر عموما سيئ. بس لو في مشاعر تانية هو هو نوي يخبيها. لان انت عايز تقدم صالح. عشان كده بقول لك لو انت اللي نهية العلاقة. ورايح تصالح. اهو. انت عايز تتجوزه. وعايز تقدم له عرض. على فكرة. انت عايز تقدم له عرض. اكي? وانت كبور جدال وعايز تقدم ممكن تكون القراءة عكسية. يعني الطرف التاني هو اللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك. وراح يقدم عرض. وانت بقى اللي هتقافل على مشاعرك اهو. على الغموض. قافل على مشاعرك وعن الغموض. نخدم مشاعرك. فالطرف ده نخب مشاعرك. ونوي خب مشاعرك. لو انت جيته تاني او هو جيه لك بقى تاني لو القراءة عكسية. فانت نوي تخب مشاعرك. او هو بقى اللي نوي خب ايه? مشاعرك. لان انت نوي تتديل له عرض. انت ناوي ماسك هو عرضه ومسائل خير. اه مسائل خير. انا جاي يقدم عرض ايه عرضك يا بورفي الدهل. انا عايز اتجاي. انا عايز الاستقرار. انا عايز اكامل الحيتي معك. او الطرف التاني هو اللي وضع قلبك. خليك بالشكل ده. ما تقلقش. يفكر يجي. اللوي على الخطوة دي. طب هو شايف العلاقة ازاي? شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها آآ كتير من البطر. علاقة مشية تا 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 تا. بمعنى اضاق لان هي كانت مفضل وصل لكده. فالعلاقة محتاجة يعني في عزلة. زي ما بيقولوا كده. العلاقة حصل فيها بود. فحصل ان في صورة. فهو شايف ان العلاقة بطيئة. وعلاقة معزولة خالص. يعني ان هي بتقول مسلا تكمل معانا. وقالها حتى بتنتهي. في حاجة غضط. عشان كده لما انتو فانتو واجعتو قلبه بعض من الاخر. ايه انت عارف ان انت واجعتو سواء بقى هو بقى اللي ميشو سابق. او انت اللي بديت له ظهرك. آآ ومشيت من العلاقة. وهو حاسس ان العلاقة وقفة. او كي? او ما حدش بيروح. حدش فكري بتغير. يعني لما احنا اللي كنتين مسلا وحشين بعض. بنا نتكلمش بعض ليه. ما نعرفش. فشايف ان العلاقة. آآ ممكن تكون محتاجة تفكير. ازياد. لو انتو يعني لو انتو هترجعوا مع بعض تتين ويتقدم عارض فعلا. فهو محتاج ماء. محتاج يفكر اقدر. اللاقة دي محتاجة تفكير. آآ انت شايف بص بقى طبعا ان الكارتين شبه بعض. انت شايف ان هو التوأم يعني. شايف ان هو شبهك. وان هو ده شخص اللي انا خلاص هستقرر معا. هو ده انا خلاص لقيته خلاص. ما هتحولش. انا هتحولش. انت هشايف ان هي عزلة. وهتخدي مشاعرك عني. انا بحبك بلا. وهجي لك. وهقدم عرضي. ولو راجل يشهد. هاجل ان انت 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 الشخص اللي انا هبني مع المستفادة. انا هقدم لك اللي عنده خلاص. انا شخص بايت على رجل هو ولا جاي لك على الحسن ولا بك انا مش خايف من الحاجة. ولا لابس لك خوزة ولا ولا انا مش خايف. انت مش انت كبرج جلل وانت اللي بتقدم العرض فانت مش خايف من العرض. لو عرضه مصالحة فانت مش خايف. انا غلطت في حقك او ما هي صلح اللي حصله. فانو بايح نهيت بس انا جاي صلح. فما انتش خايف. وشايف ان هو الشخص الجميل اللزوز بتاعك. المسيحة بتاعتك بتقولك اشتغل على علاقة يقول كده. كمل واشتغل. بص. لما تشتغل اطلع ورود. اشتغل على علاقة. اشتغل على علاقة حتى لو هو بيين لك ان هو اه مثلا انا مش راجع او انا مش هرجع. اه انا حرة مثلا لو انت لو انت لو انت تقول لك انا حرة. ولو انت بنت مثلا تحس ان هو مش عايز يعلاق على الفكرة. هو هو مخد مشاعره. واخده عهد على نفسه من يخد مشاعره. عايز تفكير بفقر. ومخد مشاعره عنك. لو انت عاد قد جميل وعرض مسلا يعني برج الدلو عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريئة. اه اشتغل على علاقة. تستحق. هو بيحبك الفكرة. اه بس هو بيتشافى بسا من اللي خسالته. نجي لكم بتعامل زي ما قلنا برج خوت. برج عقرب. اه برج كوس. برج عزرق. اسد. وبرج ترابي. والعقرب زهر برضو مجدين اهو. برج مائي. زي ما قلنا ونصيحة بعدك اشتغل على العلاقة دي. لان العلاقة دي تستحق. وقلنا ممكن تبقى عكسية. طيب في امل ان شاء الله هو يعني. طيب الناس اللي متعدين عن بعض. اليوم هو بس من سنة. اه موقف سامطين مش مشكلة. بس مش عشر سنة يعني. يكون الجوز وخمي فيه. مش عقلوا ايه حاليا. واني يجي. جيت ويجي. يبدو يبضل مكانه ويبدو يبضل يعاند. حتى لو برجع يتغانق يعني معانا مش مشكلات. اللي عبقا بعلم الهراء كتير بس عشان يبقى ايه مزبوط. طبعا هنه هسحط طبعا من نصف. اه مش عقلوا ايه حاليا واني يبقى علي. اه هو حاليا اه حاسس ان انتو اه انتو وحشينو على فكرة جدا وبيفكر وبيفتكر الزكريات اللي فاتت كلها عموما. اه ماندى جت. اه اه. اه. انتلع مش كرت اه وحش في الحال. طيب. اه بيفكر يبقى كرت يبدي للعلاقة دي فرصة تانية. يعني بيقول اه احنا هنا اه بس انا حاسس ان في فرصة حاسس ان انتو اه تستحق الفرصة التانية دي اعتقد بقى الكات التانية هو لا يوضح لي وعايز امدقل الزب كل كروط بتوضح عشان اوصها الكاتل الاخير ده نييته ايه بقى ايه زي رجع من عايز امدقل ايه هو شخص بيفكر بيفكر كويس قوي قبل ما يتخذ القرار بتاعوي يعني مش من نوع اللي هو مثلا اه الشخص ده وحشني قوي طب انها عرفها عرفها سمعت التليفون قالوه اه اه سيدي وصالك بقى لا 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 بقى فكر كويس قوي اعتقد انه برج هوائي ممكن او مائي او برج الحمل طبعا برضه مدافع اه بس بيفكر اه بيخطط لحاكم هو حاسس وشاعر ان انتو اه الحرب اللي ما بينكو او عموما الفراء اللي حصل ما بينكو ده كانت علاقة خسرانة مش عاقه عصره الفراء ده فراء خسرانة يعني ما استفدناش احنا اتنا بحاج موقع الفراء كل واحد رفع سكة واحنا الاتنين مستفد ناشي حاجة بالفراء ده وهبيفكر ياخد قرار ياخد قرار وهو اخد بالكوا بده كمان بيفكر في ايه بقى 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 خلي بالكوا بقى فعل ايه بقى يعني يقعد كده مع نفسه يقول ايه موقع الفراء ده هو ايه هو جمد مشاعره وهو الشخص ما يجي يمشي يجمد مشاعره استفدت انا ايه انا خسران لان هو بصه لما انا مشيت ومجمدتي مشاعري على الشخص التاني تلاقي اتخسران في الاخر انا افتكرت ان انا كذبان او ان انا انتصرت وانا ما انتصرتش هو اكتشف كده لو انتوا سابقوا بدون سبب او رحل من العلاقة بدون سابق انظار فهو اكتشف دلوقتي ان هو الخطوة اللي عملها دي كانت خطوة الخطأ ان اكتشف انه خسرها بيفكر ان هو يرجع تاني ويبزت معاكم في العلاقة دي تاني هيراجع العلاقة تاني او لا هيراجع تاني بيفكر يرجع فعلا بس بيخطط لموضوع ده اوي ايه شخص ده لو برج حمل فقرمته يعني رقب واحد وبرج هو ايه برضي وبرج مقه هون هيقدم عرض عايز يجي يقدم عرض وعايز يرجع تاني هو اكتشف خلاص اعرف يعني هو قعد مع نفسه كده قال لله يعني الشخص دي شباية وانا حبيته حبينا والعلاقة بيننا كانت علاقة بيني لجدد في اما دي هفرصة في اما ما ارجع داي بس بقى هرجع بطريقة مبادش ان انا ايه اا ان انا ايه ان انا راجع مسعلا كده لا انا هرجع بطريقة اا جمدة شوي هبقى هيداني ان هو ايه في المشاعر وعلى فترة تمام وطبعا هو قعد مع نفسه طبعا وحس ان هو خسره وحس ان هو خسر خالص لما بعد ومشي حس ان هو خسره وخسر خسركه يعني الف نفسه انا استفدت ايه انا اراضي خسرت خلاص ما استفدناش حاجة انا هرجع تاني انا بفكر هرجع تاني فكر هرجع تاني ان لقى دي كنت حلوة وهرجع اديها فرصة تاني ورب بتقبل بقى رب رجل بتقبل بقى بسبوصة يرجع رجحة تاني يبقى رجحة تاني برج الحمل برج اندفاعي اصلا وانتو بتتعامل مع شخص برج الحمل او بياخد الكرارات سريع عندي لنا بعدين اتجا يقول نفس الكلام انا اللي خلاني اعمل واعمل وسائل قعد الوزار او الشخص الناس اللي اللي خلاص تأكيدة ان الشخص التاني مش راجع لكل الطرق والوسائل اتجاوز بقى خطط هل في شخص هيجي مسلا او حب قادم اعجاب اي حاجة كتير اوين كتير اوين نتخليها كده وناخد برضو كارترنص طيب الشخص مقلوبة لا الحمد لله طامة الشخص القادم وشعره ايه وعايز ياخد ايه من المينا يعني عموما عايز يامل ايه ايش معقولة عموما عقروت مرب الجوزاء اه 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 اتقد ان ما اوه شخص قديم طبعا ان ما اوه شخص قديم بقده في الكروت دي يبقى ممكن يكون سيناريو رابع حد بقى لطبق عليك قراره اولانية ولا التانية جاي بقى انطبق عليك او ممكن حد مليناك يعني الحسد ما تسمع يعني اه طبعا اه بلوك حد اه يانتوا اللي قفلت منه اللي هو اللي قفل حاجة من الاثنين اه 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 ام 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 شخص قادم هو مقفول حاليا يعني شخص انت كنتوا قفلين عليه جامد قوي قفلتوا عنه من الاخر خلاص بطرابين حياتكو او هو اللي عمل كده طبعا ام او كي فشخص ده شخص يعني ام ما بين خيارين برضو ممكن يكون كان في اتنين اه بالنسباله واختار كنتوا واجاي في طريقه جاي لي كنتوا ممكن تكونوا كنتوا مسلا متعرفين على حد اعجاب مثلا تبقى فيها عوقات اعجاب بتبقى علاقات مأساوية بتوصل لمرحلة مش لطيفة يعني اه وانتوا قفلتوا الموضوع لما لقيتوا انه هو بيتسلم مثلا او مش عارف يختار اعرفتم فيه طرف تاني معاكو وهو بيختار ما بينكو خلاص هو مكانش عارف يختار اه احنا قلنا ايه قلنا انه طرف مشاعره المشاعر احنا مدكعته اعتقد ان هو كان اا اا راحل عنكم اعتقد انه برضو حد قديم راحل عنكم وانتم الموضوع اتقفل ما بينكم ومشاعره انه هو عايز يرجع تاني الموضوع يرجع تاني في مشاعر عشان كده هو جايلكو يرجع يرجع تاني يسير الامور تاني زي ما كانت ده شخص قفل وعايز يفتح القفلة دي ويرجع تاني ده شخص ماشي في مية لكن ماشي بهدوء جدا عايز يشيل العواقق اللي كانت في العلاقة لو كانت علاقة فيها عواقق لو كان يختار ما بيني اتنين فهو رمض تاني ويهو كنتم بقى يرجع تاني اربي على العلاقة مرة تانية لو كانت في اتنين بيختار ما بيني ناوي على ايه هو مش ناوي على شهر دي يعني اعتقد ان هو لو انتم عملائكم الحركة دي يعني